الملفات فيما يخص الإيقافات لكن اليوم ما نشوفه زادة مسألة أخرى في علاقة بالدعوات لإلغاء المرسوم 54 نشوفه في تواتر المحاكمات كسوع صحفيين ولا غيرهم والحكة مواطنين عاديين بموجب هذا المرسوم هذك علي سئلتك على مسألة الحد الخيط الفاصل بين حرية التعبير وبين اللي كنت تقول في سياتك هذا يجب أن نفضوه بين التوانسة بين التوانسة ما نغير ما نلتجيه للجنب ما فهماش علاش بين التوانسة يلزم معناتها الأمور هذية الكل تتطرح بيناتنا أحنا وفهم المؤسسات متاعنا وفهم ما نحنش بش نكونوا فرض رأي لكل التوانسة بطبيعة الحال أما ما نخرجوش لبرة وخاصة في الظرف هذية وباش نحطوا مشاكلنا البر وليه هما يفضوا فيها وعندهم لجنبات متاحهم أخي أحنا نتوقعوا الناس هذومة تتوقع اللي البرة بش يجيوا بش يلوجوا على مصلحة البلاد هذا شي يتوقعوا هما سمحني من الناس هذومة الأغلبية متاحهم وكانوا في الحكم أكثر من 11 سنة كانوا في الحكم وبان انتيجة وكانوا في الحكم وحكم مطلق ما مقلقهم حتى أحد حتى لنا التوانسة فدوا وقالوا لهم بلا يسامحونا رغموش هذا الشي اللي ندينكم عليه هذا اللي صار في البلاد نجم نعطيك نموذج كان محور واهتمام رأي العام التونسي في الأسبوع المنقذي أغنية فكهية لشابين قاعدين يراجعوا في دروسهم بشي حظروا اجتياز امتحانات يلقوا ورواحهم مقفين بموجبهته الأغنية كيفاش توصفها سيد الوزير المسألة هذية اللي رئيس الدولة تدخل في هذا الأمر حتى قبل أن يغادر إلى القمة السعودية وأبدأ رايه في مسألة وأبدأ امتعاض من المسألة هذية شوف احنا في وضع انتقالي ما تتعداش في وضع انتقالي بسهولة كل أجهزة الدولة ومنهم لكلها دون استثناء بش تعرف ضغوطات وبش تعرف أخذوا ردوا وربما ناس تحب تعرقل وهذا موجود فينجم الأمور هذية وغيرها تنجم تدخل في الإطار هذية أما ديما نقول في آخر المطاف يلزمها تتفض بين التوانسة شكول مصلحته يا عرقل سيد الوزير الناس اللي معينتهمش بشي اللي يظنوا المناخ الجديد ما هوش مساعدهم ربما يحسوا في رؤيحهم اتورطوا في الأوقات السابقة ربما المشروع اللي توانسة طالبتوا ما يساعدهمش فما برشة ناس تجم تكون معناتها ميش للسبب والأخر وفما منهم اللي تلقاه مرتبط بالخارج هذا موجود احنا يزننا نقوله الحقيقة ما نزنناش أن نغطيه على بعضنا هذية الكل نعرفوه وهذية الكل معناتها التوازنات هذه قاعدة ما خاض هذية بشوية وقت بشي يهز للمرحلة وين الناس الكلة وكتتولي متفاهمة أكثر من الوقت الحالي ما مدى الانفتاح على المنظمات الدولية كلنا نذكره في شهر فيفري المنقذي حدثة طلب مغادرة الأمينة العامة الكونفديرالية الأوروبية للنقابات استرالينش في زيارة تضامنية وبدعمها والاتحاد العامة تنسي للشغل واللي طلب مغادرتها أثار ذجة آنذاك ويطرح سؤال اليوم حول هذه العلاقة مع المنظمات نقبية ولا غير نقبية منظمات خارجية ما فماش حريات في المطلق ما فماش حريات في المطلق معانتها كل حرية لابدها باش تحدها حرية أخرى ولا مصلحة أخرى هذا هيك كتدار الشأن العام هيك يدار والمسؤولين على الشأن العام خاصة كي بدأوا منتخبين منها الشعب هم اللي عندهم المعلومات الكل باش ياخدوا القرارات اللي يراوها صالحة والشعب هو اللي في الأخر باش يفصل إذا كان الشعب راضي بها القرارات هذو معانتها هذو كمهما هذك هو اللي يلزم يقع أحنا ما فماش حريات في المطلق في حتى بلاد في الدنيا هذا يراوه لزمه ما هوش صحيح أنه البرة مثاليين وفي كل شيء والديمقراطيات اللي يحكيوا عليهم رأوا معانتها وكان الواحد يعيش فيهم ويخالطهم من قرب رأوا ما بعيد يأسر على الصورة النموذجية اللي حابوا يعطيهم تقول ما سماش حريات في المطلق شنية حدود هالحرية؟ الحريات الأخرى والمصالح الأخرى أخي إذا كان كل واحد حر بش يعمل إلي حب وين مصلحة الدولة وين مصلحة الوطن وين مصلحة الجميع؟ ترجمة نانسي قنقر